بسم الله الرحمن الرحيم أبناء طلاب الصف الحادي عشر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع درس جديد من دروس مادة الفيزياء عنوان درسنا اليوم الحيود أهداف درسنا اليوم يجب عليك عزيز الطالب بنهاية هذا الفيديو أن تكون قادرا على أن تعرف مفهوم الحيود تعريفا علميا دقيقا تفسر لماذا يكون الحيود في الصوت أكثر وضوحا من الحيود في الضوء ربطا بالمعارفات السابقة تعلمت عزيز الطالب في السنوات السابقة بعض خصائص الموجات مثل الإنعكاس والانكصار والإنعكاس معناه ارتداد الموجة إلى نفس جهة سقوطها نتيجة ملامستها للسطح العاكس والإنكصار معناه انحراف الموجة عن مصاريها عند مرورها خلال وسطين شفافين مختلفين في الكذافة الضوئية فهل سمعت يوما عن الحيود؟ تابع معي عزيز الطالب هذا الرسم المتحرك هنا يمثل هذا الرسم ظاهرة حيود الموجات هنا شكل الموجة قبل مرورها خلال هذه الفتحة نلاحظ أن بعد مرور الموجة من هذه الفتحة يتغير شكلها وتأخذ شكل دوائر وهذا ما سنتعلمه لاحقاً أيضاً لدينا مثال آخر لو لدينا مزياع ومصباح كل منهما موجود خلف زاوية في غرفة لا يمكننا رؤية كلاهما ولكن يمكننا سمع صوت المزياع ولا يمكننا رؤية ضوء المصباح فما السبب في ذلك؟ السبب في ذلك يرجع إلى ظاهرة الحيود لنفهم ظاهرة الحيود جيداً ادرس معي هذا الشكل هذا الشكل يمثل هذه الموجة قبل أن يحدث لها ظاهرة الحيود عبارة عن خطوط مستقيمة المسافة بين كل خطين تمثل الطول الموجي هذا السهم يمثل اتجاه الموجة نلاحظ أن الموجة تتحرك في خط مستقيم عندما تلامس هذه الحافة يحدث لها تغير في شكل الموجة ويحدث أيضاً تغير في اتجاه حركة الموجة وتسمى هذه الموجة موجة محيدة أي حدث لها ظاهرة حيود أيضاً عند مرور الموجة خلال فتحة ضيقة فإنه يتغير كل من شكل الموجة ويتغير أيضاً اتجاه حركة الموجة تبعاً لهذه الأسهم وتسمى أيضاً موجة محيدة أي حدث لها ظاهرة حيود إذن الحيود يغير من احسنتم اتجاه الموجة وشكلها فما المقصود بمفهوم الحيود؟ الحيود هو خاصية تسمح للموجة بالانحراف متى تنحرف الموجة عند اصطدامها بحافة أو زاوية أو عند المرور من فتحة ضيقة عرضها أقل من أو يساوي الطول الموجي لنتعرف أكثر على مفهوم الحيود نابد معرفة شرط حدوث الحيود ما هي شروط حدوث الحيود؟ تابع معي هذا الرسم المتحرك في هذا الرسم المتحرك يمكننا التحكم في اتساع هذه الفتحة إما بالزيادة أو بالنقصان فكلما زاد اتساع الفتحة كلما كان الحيود أقل وضوحا وكلما قل اتساع الفتحة كلما كان الحيود أكثر وضوحا إذن المتحكم في ظاهرة الحيود هو العلاقة ما بين الطول الموجي واتساع هذه الفتحة فكلما كان الطول الموجي للموجة أكبر من اتساع هذه الفتحة كلما كان الحيود أكثر وضوحا وكلما كان الطول الموجي أقل من اتساع هذه الفتحة كلما كان الحيود أقل وضوحا لاحظ معي هنا حيود أكثر وضوحا لو زدنا اتساع الفتحة إلى الضعف يقل شكل الحيود ويتغير شكله وهكذا فكلما زاد اتساع الفتحة كلما كان الحيود أقل وضوحا كلما أقل اتساع الفتحة كلما كان الحيود أكثر وضوحا عند اغلاق هذه الفتحة تماما لا تظهر لنا ظاهرة الحيود كما نشاهد في هذا الرسم المتحرك الذي أمامنا للحصول على حيود أكثر وضوحا في الضوء يفضل استخدام الضوء الأحمر لأن الضوء الأحمر له طول موجي كبير إذن تعلمنا من هذا الرسم المتحرك شرط حدوث الحيود شرط حدوث الحيود أن يكون الطول الموجي للموجة أكبر من أو يساوي قياس الفتحة التي تمر بها الموجة بصفة عامة يتناسب مقدار الحيود مع النسبة بين الطول الموجي ومقياس الجسم المسبب للحيود تقويم الهدف الأول نتذكر معا ما هو هدفنا الأول هو أن تعرف مفهوم الحيود تعريفا علميا دقيقا إذن تعلمت مفهوم الحيود وتعلمت شرط حدوث الحيود أجب خاصية تسمح للموجة بالانحراف عند استضامها بحافة أو زاوية أو المرور من فتحة ضيقة عرضها أقل من أو يساوي الطول الموجي أحسنتم مبارك الله فيكم أسمع إجاباتكم حيود الموجات انقصار الموجات انعكاس الموجات تداخل الموجات أحسنتم حيود الموجات أكمل ما يلي الحيود يغير من من أي شيء يغير الحيود من مبارك الله فيكم أحسنتم يغير من اتجاه وشكل الموجة والآن مع الهدف الثاني هدفنا الثاني أن تفسر لماذا يكون الحيوط في الصوت أكثر وضوحا من الحيوط في الضوء الحيوط في الصوت أكثر وضوحا من الحيوط في الضوء لماذا؟ لأن الطول الموجي للموجة الصوتية أكبر من الطول الموجي للموجة الضوئية الطول النموذج للموجة الضوئية هو 10 سالب 5 سنتيمتر وهو أصغر كثيرا من مقياس الزاوية وبالتالي يكون الحيود في الضوء دقيقا جدا وغير ملحوظ لاحظ هذا الرسم المتحرك أمثلة حياتية للحيود نبدأ بحيود الصوت لاحظ معي عزيز الطالب هذا المثال سماعك لصوت أشخاص في غرفة أخرى إذا كان الباب مغلقا وليس به إلا فتحة صغيرة أو فتحة المفتاح لو أننا نجلس في غرفة وأشخاص آخرون يجلسون في غرفة أخرى ولا يوجد بيننا وبينهم أي اتصال الأبواب مغلقة لا يوجد إلا فتحة صغيرة جدا أو فتحة المفتاح نسمع أصوات هؤلاء الأشخاص ونسمعه بوضوح لماذا؟ بسبب حدوث ظاهرة الحيود مثال آخر على حيود الضوء للحصول على حيود في الضوء يا شباب يا أبناء الطلاب لا بد من وجود أجسام صغيرة جدا وتفاصيل دقيقة للغاية لمعرفة آثار الحيود هذا الشكل يمثل حيود الضوء تقويم الهدف الثاني أعتقد جميعكم عرف السؤال قبل ظهوره الحيود في الصوت أكثر وضوحة من الحيود في الضوء الإجابة لأن الطول الموجي للموجة الصوتية بضعة سنتيمترات أكبر من الطول الموجي للموجة الضوءية 10 سالب 5 سنتيمتر سؤال آخر ما النتائج المترتبة على؟ استخدام موجة طولها الموجي أكبر من قياس الزاوية أو قياس الفتحة التي تمر بها الموجة الإجابة يحدث للموجة ظاهرة الحيود أحسنتم بارك الله فيكم الطول الموجي للموجة الضوءية أصغر كثيرا من قياس الزاوية أو قياس الفتحة التي تمر بها الموجة الإجابة يكون الحيود دقيقا جدا وغير ملحوظ بارك الله فيكم هذا الواجب يجب علينا أن نجيب على هذا الواجب أيضا هذا سؤال آخر للواجب يجب عليك عزيز الطالب أن تجيب على أسئلة الواجب بإيقاف الفيديو